موسيقى نقدمها قبل ما نخرج فاصل قلت لنا فما حلول عندها ألاف سيني ولليوم النجم نطبقها وفما زاد حلول مع التغير مع التقدم التكنولوجي النجم نستغل التكنولوجيا بش نجم تعاونها على المحافظة على الكوكب أمتعنا به نبدأ بالحلول القديمة اللي في علاقة بالمياه في علاقة بالفلاحة في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماع المواضيع اللي كنا نحكين عليها الكل شنين الحلول اللي نجمه اليوم موجودة ترقناها وعملناها وأثبتت نجاعتها نجمه نطبقها اليوم أمثلة بسيطة جدا هو التسمية تقها جديدة كما مثلا التصرف المندمج والمشترك في المناطق الساحلية انتفاقية جديدة وكبيرة وتقول صعيبة هذي جدودنا لكل كانوا يعملوا في التصرف المندمج في المناطق الساحلية وحافظوا عليها تمشي لأي دار قديمة برج قديم في جربة تطلقى في وسط البني ثم كوش متع ضريع وراق بوزيدوني هذك كوش متع ضريع مش حاطينه بشي زينه بيه هذك عازل بشي خلي التمبراتور معدلة في وسط الدار يعني الضريعة نجمه متعدل به درجة الحرارة نجمه نستعملوها التو الخفاف اللي في المناطق الشمال مشكلة بوزيدوني في الجنوب وقت اللي بحارت خريج قابس السلطاعون الأزرق دمر لهم الغزاء اللي متاحهم شنو الحل اللي لقاوه الحل هو الدرينا رجعوا للدرينا دك الدرينا متاع قبل هي اللي أنقذتهم الفلاح تو اللي يعاني من شح المياه ويحب يسقي الغرس متاعه شنو الحلول نجميش يعملها يردم فخار بجنب الشجرة اللي هي حل من آلاف سنين وليم يصبش الماء يسايبوا الماء يسايبوا بكميات كبيرة ويتكفي عشر لتر في وسط الفخار هذك والفخار هو يقوم مهمة توزيع الماء هذك على فترة شهر وشهرين ويصفيه ويعطي الماء حسب الليوميديتي حسب الرطوبة يعني الحلول القديمة هذي مش ما ننتظرواش حل لممتاع واحد عمد دكتوراه نجم نرجعوا لنقرأوا تاريخنا تنقاوا آلاف الحلول اللي توى متأقل من معها وما ننساوش أنه الجنوبة متاع تونس دي جاي إذا كان احنا نحكيه وتوى في اه اه ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات مناخية على العالم الكل المناطق السحروية متاعنا راهي عايشة في التغيرات المناخية هذي وفي درجة حرارة كبيرة وعدم منتظام بتاع مياه عايشة فيها منذ مئات سنين حتريقة حماية السواحل توى من من الانجراف متاع المياه تعتمد على دي دي تكنيك متاع محاكات النباتات النباتات الشاطئية باش النباتات الشاطئية هذي كتخلي التراب دي ما موجود وتبني كثبان رملية التكنيك هذي التقنية هذي شنية هي التقنية متاع حماية تثبيت الكتبان الرملية في دوز وفي قبلية وفي توز بالجريد هذو ما التقنيات القديمة تقنيات الجديدة مثل واضح وسامبل ويزمنا نستعملوه في تونس هي الطاقات المتجدة وخاصة الطاقة الشمسية وثم طاقات اخرى اللي ما زلنا ما احناش مستغلينها بالباهي احنا عنا المد والجزر الوحيد في المحر الابيض المتوسط خليج قبسوا كلهم مد وجزر وما ثماش مد وجزر خاصة في قلب خليج قبس يوصل مد وجزر مرتين في النهار بزوز متر تاعش معناتها مد وجزر معناتها مئات الالاف متاع الأطنان متاع المياه قاعدة توخر وقاعدة تقدم هذيك كلها طاقة الشمس عنا ثلاثمائة يوم شمس على ثلاثمائة وخمسة وستين يوم شمس يزم نفكروا في في حلول جديدة للاستثمار في الطاقات هذية في مجالات ما كناش نجموا نستثمرهم وأول مجال احنا ندعيه وندعمه بشدة ليه هو المجال الفلاحي في تصويت المياه تنقية المياه تحليط المياه الصيد البحري تثمين منتجات الفلاحية والبحرية هذية كل مش بالضرورة أنك تستعمل تستعمل آآ 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 تكونسومي بشكل كبير مستهلك للطاقة وعيش قلت لك حتى القطاع البنكي سمحني بش النسر حتى القطاع البنكي مهم أنه يزم يفهم تغييرات المناخية خطر الوقت اللي يجيه صاحب مشروع ويمشي الباكة ويقوله أنا نحب نعمل آآ مشروع تثمين منتجات فلاحية ولا غير ولا تشيح تماطم مهم وبش نعملو في باجا مي مش كما بش تعمل المشروع هذك كفي باجا كما بش تعملو في قابس خطر قابس الدنيا سخونة ودعوك تنجم تشيح تماطم مهم ولا تنجم تعمل حاجات بقل طاقة وبقل آآ 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 انرجي مهم كي بيجي حد بش يستعمل آآ بيجي البنكة بش يقدم مشروع ويقول له آآ مش نشري بالقرض متاعك مشروع بثلاثمائة مليون بش نشري مكينات البنكة يزم يكون واعي انه يزم يشوف قدرة استهلاك المكينات هذوكم للكهرباء يقول له شوف المشروع متاعك هذي يستهلك برشا كهرباء كتبش تحول مشروع كذي وتعمل في مدنين وتعمل ديبانو سولير ركبش تكونسومي اقل تكونسومي اقل ضغط المصاريف على متاعك اقل لو كتاكل فاقل تربح اكثر تخلصني اسرع كله مربوط ببعض اخر زادة متاع اهمية البنوك زادة في المشاريع اخرى اه بار اخ نشوف مشروع كبير بار اخ دفاع مكبار خص وانت لقام في قفص مشروع زرع الدليع في القروين كيفيش نحن نتزرع في فريز وفي الدليع في القروين ووقت اللي هي بلايس مع الاخرى خارجه من قبص نقام زرعين ارباكين واحدة واحدة معنا هزيتون ارباكين في قبص دجا عايشة شحمائي كيفيش معنا وبعض يسوقوها على اساس مشاريع استثمار مشاريع استثمار انت تمشي الفلاح الصغير يقولوك انت الاستثمار الحلول خطر هما ساعات هما اللي يعطيونا الحلول هما انكوتكت مع الارث كل يوم الحلول ساعات تجي من عندهم هما واضح فقط سي جميل اليوم السؤال كنت تحكي ع القطاع البنك اليوم نهرج انت يمكن ادرا في القطاع البنك اليوم هزي كو فما اليوم دي كونسلطان ولا الفان أبالا دي كونسلطان في علاقة بالمثلا ثم بدايات وثم بدايات جيدة الي نشكرها وثم بدايات سيئة الي نحاول نوجهها البنوك ثم الكل تقريبا يتواجهوا نحو طعملنا مع بنوك الي يقول لك بالرسو متاع ويحب يعمل نشاط ونظف شط ويعمل حملة في الصيف وبلاستيك وغيره بارك الله فيه توجه توجه به وثم بونوك وثم معناتها بعض الشركات الي شفت يمثل في مؤسسة مالية مش بنك الي قال معناتها احنا في معناتها معناتها اربط بالجاكوزي مش عارف هو يخذ الكوتي السيسيال والرسو سيتين والرسبونسابيليتي والرسبونسابيليتي راهو مش انتي تعمل فلوس وتعمل وتصرف عليها خمسة ملايين في الشهر ولا قداش وتقول البنك يحافظ على البيئة ما هيش ارسو انتي ما حافظش على البيئة بالطريقة هذه خمسة من الناس كانت نجم تعطيها الجمعية صغيرة ولا مؤسسة صغيرة ولا فلاح صغير والمستثمر صغير وهك تكون حافظت على البيئة وغيرت من داخل وقت تستشير خبراء خاصة في المشاريع الكبيرة اللي كانت تحكي عليهم ميسا معناتها المشاريع هذو ما يزمهم دراسة التأثيرات البيئية زي ما تكون بطريقة جدية موش على خطر البيئة راهو على خطر فلوسك تضمنها ترجعنا احنا الوقت فينا في علاقة بالحلول اليوم انتما في علاقة كبيرة مع الجمعيات في خاصة جمعيات المحلية وانا كنت حضرت اجتماع الاسبوع على فارض وشفت الجمعيات قد قدر في برناء في برامج ممتازة جد نارش كانت تعطينا نبذة على البرامج هذية ولا بعض الامثلة الي الجمعيات قاعدة عارف المشكل وقاعدة تسيهم في الحلول اول شي احنا نهن وتونس بالمجتمع المدني عنا مجتمع مدني اه وجمعيات في تونس ناشطة واحنا فخورين بهذا الكمية الافكار والمشاريع اللي نشوفه فيها نتمنى وانه نمولوها لكلها ونتمنى وندعموها لكلها لكن الصندوق العالم الطبيعة يعاون باش نوري احنا نعاوض لا المؤسسات ولا القطاع الخاص ولا الدولة في الموضوع هذي اه تعاملنا مع عديد الجمعيات في مقترحاتها بعلاقة مع التأقلم مع تأثيرات تغيرات مناخية بما فيهم في قرقنا مثلا ندعم في دعم دور المرأة وتمكين المرأة والفئة الهشة للحديث وتأقلم مع تأثيرات تغيرات مناخية والتأقلم هذا يكون عن طريق تنظيمهم أو تنظيم نساء البحارة والنساء الفلاحة في وسط المجامع المجامع هذا يوليه شركاء في القرار وشركاء في التصرف والمواد وشركاء في تثمين المنتوجات المتاحة يعطيهم قيمة أزيد منتوجات الفلاحة ومنتوجات البحر وحماية اكو سيستام تحم خطر المجامع هذه المرأة الفلاحة والمرأة البحارة بغرقنا بيشتعاول ترجع الواحة متاع غرقنا وعادة النخيل وحماية النخيل الدجال اللي موجود موجود ندعمه في صغر البحارة مثلا في جابس في منطقة غنوش أنه يتأقلموا مع تواجد السلطة والتعاون الأزرق وتثمين منتوجاته في منطقة ابني خداش مثال تأقلم مع التغييرات المناخية على المستوى البلدي وهنا كان تعاون كبير مع وحدة التغييرات المناخية بوزارة البيئة اللي نشكرهم فثم عديد الأمثلة وعديد النجاحات اللي ننصح به هنا شنو وأنه نشوف الحاجة اللي ناجحة نبنيو عليها نشوف الأخطاء نتعلموا منها ونقدموا على خاطر أجيال وأجيال ومئات وعشرات الأجيال من جدودنا اللي موجودين على الأرض هذه ونجحوا ووصلونا الأرض هذه اللي أحنا موجودين فيها توا وإحنا قادرين أنه نوصلوها ونوصلوها خير ووضح وإنا من الحاجات اللي يعجبوني وقت وقت الجمعية تحكي حتى الجمعية مثلا كما قلت أنت بتاع غنوش في قيبس قلت لها الجمعية بتاع بنيردش آه تيان فما نجمو ناخد مع بعضنا والنجمو ونتعاون تحية للجمعية التذية وتحية زيدة للصندوق العالمي للطبيعة وبقية الشركاء اللي قاعدين يدعموا في الجمعية المحلية إحنا مالوروزمو نقولها وصلنا لنهاية حلقتنا يمكن لدي تهدد تونس في علاقة بالتغيرات المناخية واشنين الحلول اللي نجمو نمشي وفاها شكرا لك مرة أخرى سيد جميل جريجر مدير الصندوق العالمي للطبيعة الشامل أفريقيا وشكرا مايسا ساندلي اللي كنت رفقني تيلة ساعة من الحلقة اليوم شكرا محمد والفقرة بالله يقليل يشكروني أنا وفقرة ممتازة شكرا هشام بن عمارة في الأخراج وسليم في الأخراج الرقمي احنا نقبل نفس التوقيت لحد جاي ملاحدش من صنهار في نميننا